الحظ ممكن يخدمك انك توقع في دين طبيب ويكون امين ياخد بيدك للشفى واقف معاك ما وعنده دين ما يستغلش حوجتك ويسكتك لو جيت تقوله هروح لفين بالعكس يمسح دمعتك ويطمنك ميردهوش تكون حزين هواق جديد لبلطة ابيض في علامكم مشاك رام في حلقة النهاردة هنتكلم عن امراض الالم هنتكلم عن خشون تركبتين ومشاكل والام العمود الفقري مع اثنين من اروع الاطباء في هذا المجال في مصر والشرق الاوسط الدكتور سامي انديد تشاره علاج الام المفاصل والام العمود الفقري وحقنا بلازمة الغنية باصفات حدمية براحبه معنا على ابيض دكتور سامي كمان بنورنا الجميل الدكتور يوسف سراجدين تشاره العظام والقسور وعلى كلام المفاصل والام العمود الفقري براحبه معنا دكتور يوسف ايوزان ابي اه روزان ابي مشاك كرام يمكن بنقدم نهاردة لحرككم في اصر الشفى جرعة الشفى هتاخدوها معنا النهاردة يمكن هذا المركز على مدار سنوات اكتر من سبع سنوات موجود في مصر بفضل الله عالج الاف الحالات في مختلف المحافظات ما ترددش لحظة ان هو يساعد كتير من الناس في التخلص من الالم طور من نفسه السبع سنين فاتوا البروتوكول يتغير في علاج الالم الناس سواء مشاكل الخشونة او مشاكل العمود الفقري ويدروا يطوروا من البروتوكول الخاص بيهم استحادثوا حاجات وشافوا بره بيعالجوا الناس ازاي واستحادثوا هذه التقنيات وبقت موجودة عندنا في مصر الحمد والشكر لله علشان نساعد كتير في التغيث قرار الشفاء من الالم الالم الخشونة وقلم العمود الفقري هبدأ مع دكتور سامي سريعا ناخد منه النبذة سريعة في السبع سنين اللي فاتوا كنت بتعمله ايه في مشاكل الالم خاصة بالرجبة او العمود الفقري ودلوقتي ايه الجديد المستحدث علشان نطمن الناس اللي بتشوفنا النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اعلام العمود الفقري وعلام خشونة الرغبتين كانت زمان يعني للأسف كان المريض يعيش على مسكنات والمسكنات دي كان لها تأثير قاسي ومؤسي جدا على المعدة والكلة وبعض الناس يعني كممكن من كتر ما بيزود الجرعة لان المسكن النهاردة الجسم ما يتعود عليه فهيعوز يزود الجرعة ويبدأ الجرعة تكبر جدا بتوصل لحالات ان كممكن خلاص وظيف الكلى تبدأ تتغير الحمودة تزيد جدا يبدأ جدار المعدة يتأثر او اللي عز بله ممكن مريض تدخل على قرح المعدة اللي ممكن تنفجر في اي لحظة لان دي كان الغشاء المخاطي اللي كان بيحمل المعدة اختفى وضاع وتأثر بسبب المسكنات اللي هي مواد كمامية كمان وظيف الكلى تبدأ تتعلى جدا ممكن مرة واحدة تلاقي المريض دخل في فشل كلاوي ودي بنشوفها كتير فكان دي الفترة زمان كانت الناس عايشة على المسكنات كان بعض الناس ممكن يتعملوا حقن كورتزون في الرجبة لحد ما ظهر فكرة الجيلاتين والمادة الزلالية بدأت تدي نتاج انها تقلل احساس الاحتكاك شوية بس لها فترة وبتختفي لو الخشونة متقدمة جدا ما بتعملش النتيجة لان الرجبة اصبحت عظم خلاص الغضروف انتهى تماما من خمس ست سبع سنين ممكن اكتر من كده احنا في مصر وانا ما كنت الحمد لله ربعين من اول الناس وانت شهدت على الكلام ده احنا كنا بنقول ان في التقنية الـ PRB دي عوامل نمو بتاع جسمك بتتجمع بالتكنولوجي معين وبطريقة فصل معينة بقى نبيب معينة بتتحقن في الاماكن اللي فاتها ااكل كانت الاماكن اللي فاتها ااكل زي الاربطة زي الغضروف زي الاعصاب دي ملتاكلة يبقى ملتابة بتعمل وجع فقالك طيب احنا لو بنينا الاماكن اللي فاتها ااكل وبدأنا نحط حاجة تعيد البناء فالتاكل هيختفي والالتهاب والقلم اللي جايت هيبدأ يقل فاصبحت بالتعالج مش بتسكن كانت الناس متخيلة زيما ان احنا بنتكلم على ان الـ PRB انها مسكن لا اساسها انها تبني الغضروف تبني الاربطة المتأكلة العضلات اللي فيها تلايف والحمد للارب عمين اشهر الرياضين دلوقتي بيعملوا حان الـ PRB في حالات تمزق العضلات في حالات الاربطة الدينة طورت بعد ما كانت امبوبة بتجمع لنا مثلا حوالي 500 الف عام نموف بالصفاح الدموية الانبيب بتتحدث جدا الكمية الصفاح اللي احنا بنجمعها بقى تعالى فيه تكنول الجزار فيه التقنيات دادة تظهر معانا زي المغزي والاكسوجين الناشط واستخدام الجهاز التراضي حراري ففكرة تغيير الالم وعلاج الالم بيتطور كلهم عن التاني الاجهزة بنجيبها وبندايما على طول update مع كل حاجة بتحصل جديد جميل جدا شكرا حلقتنا فيها كتير من الجرعات جرعات الشفاء هتشوفوا ناردة ناس ان شاء الله تطمنوا بعدها ان قرار الشفاء من الخشونة او الالام سهل وبسيط بس احنا ناخد المبادرة ونيجي محافظات بس كلها بتستقبل قصر الشفاء في كل مكان بفضل الله اسمحوا نحن على فاصل صغير وكان كامل كلامنا خليكم معنا في حلقة جديدة من بلت وبيض رجالنا احرككم مرة تانية بعد الفاصل بكامل كلامنا في حلقة جديدة من بلت وبيض على الهواء مباشرة ويمكن اتكلمنا قبل الفاصل انه على مدار سنين العلاج العلاج الالم تطور في مصر واصبح دلوقتي الحمد والشكر لله الكل بيؤمن به يمكن علاج الالم بالتقنية اللي احنا بتشوفها دلوقتي اتحربت من زمان وكان معظم الناس بتقول العلاج ده اعتبر مسكنات ما بيغنيش ولا بيقدر يدي للناس النتيجة المطلوبة اصبح دلوقتي بفضل الله كل اللي كان بيهجمه وبيعالج به لانه الحاجة دي بقت مسلم بنتيجها وعتشوفه ده ناردة التقارير اللي الناس بفضل الله رجعت لصحيتها مرة تانية ويمكن اكبر مكسب دكتور سامي قاله قبل الفاصل وداع للمسكنات لانه اول من المسكنات هتقف في حياتنا الصحة العامة بالتبعية هتتحسن وبالتالي احنا محتاجين فرما وقفنا مسكنات نسيطر على القلم ده اللي عنا رفض دلوقتي من دكتور يوسف دكتور يوسف العلاج بالبلازمة وانتو كجرحين اظام كان عندكم المشرة من احد الاسباب المهمة للعلاج الخاص بخصونة متقدمة الناس بديجي درجة ثالثة ودرجة رابعة عشان تغير مفصل هي متأزية فانتو كجرحين اظام كان عندكم البديل الاول هو تغيير المفصل هل البلازمة دلوقتي في زينا عدراتكم كجرحين اظام اصبح لها دور فعال او موجود يقدر يطامن الناس البلازمة حلت جزء كبير اوي من مشكلة كانت كبيرة اوي بالنسبة لنا اللي هو المريض اللي ما وصلش للمرحلة للكتب الطبية والمراجعة الطبية بتقول انه هو لازم يغير المفصل بس هو بيتوجع يعني احنا ما وصلناش لمرحلة الكمبيليت ديستركشن للمفصل ان المفصل انتهى تماما او تأزى تماما او بقى غير موجود وهي دي المرحلة الوحيدة اللي المفروض المريض يعمل فيها تغيير المفصل بس في نفس الوقت هو عنده قلم شديد فاحنا ما وصلناش للمرحلة الطبية اللي نغير وفي نفس الوقت هو مش قادر يتعايش مع القلم اللي موجود فيه وكانت المواد اللي بنقدر نحقنها قبل كده كانت الهيلرونيك اسد او ما يسمى الجيلاتين او الملين او الزيت كانت بتدي نتائج معقولة لدرجات معينة يعني درجة خشونة الاولى التانية التالتة البسيطة اه بتبدأ تدي معا نتيجة ومع تقدم او تطور الخشونة خلاص بتفقد مزيتها او حتى الكورتزون اللي كان بيتحقن اللي كان بيدي نتيجة هيلة جدا بس للأسف هيلة جدا كاذبة ولفترة مؤقتة وبيعمل حاجة اسمها ريباون بيعمل آلام اكتر من الاول يولا كان ارتحت على الكورتزون وبعد كده المفصل بيتدمر اكتر فبقى الحالة بتتدهور اسرع ناحية تغيير المفصل فما كانش عندنا اختيارات اخرى فكنا احيانا بنتطر ان احنا نعمل تغيير المفصل لمرضى مفاصلهم يقدر يتماشى او يتعايش بيها بس مش عارفين نحللوا مشكلة الالم لما ظهرت التقنية الجديدة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي من حوالي 7 او 8 سنين اللي هي البلازمة الغنية بالصفائح الدموية حلت المعضلة ديت اللي هي النقطة اللي ما بين ان انا عندي ألم بس ما زال المفصل مش محتاج ان هو يتغير فانا محتاج ان انا اصلح الجزء او اصلح المفصل الطبيعي اللي موجود عندي عشان يرجع يشتغل بكفاءة تاني من غير ما يبقى عندي ألم للأسف كان كتير قوي من الناس وكتير قوي من الدكاترة كانوا بيحربوا البلازمة لان للأسف الانسان عدو ما يجهله الدكتور اللي ما بيكتهدش عشان يعرف ايه هي البلازمة وازاي بتشتغل وازاي نقدر ناخد فايدتها هو دايما لما بيروح له العيان يقوله والبلازمة مش هتجيب معك نتيجة بالعكس البلازمة دلوقتي مش كلامي ولا كلام اي حد في مصر لا بالعكس ده ده هي التجارب موجودة بقالها سنين طويلة قبل ما يظهر وقبل ما يصرحه بان احنا نقدر نستعمل البلازمة وان احنا نقدر نشتغل عليها لا بيجيب نتائج كويسة قوي وبتعمل اعادة بناء للمفصل السطح المفصل اللي بيحصل فيه تآكل وزي ما برضو كتير قوي من الدكاترة يقوله لا انت بايت خشونة درجة رابعة البلازمة مش هتجيب معك نتيجة بالعكس ده النتيجة السحرية بتاعت البلازمة بتظهر في درجات الخشونة المتقدمة لان درجات الخشونة البسيطة رغم انها بيجيب نتيجة كويسة قوي لكن في حلول تانية كتير ممكن تتدخل معانا او نقدر نستعود بها عن البلازمة لكن في الخشونة المتقدمة ما عنديش حلول تانية على فكرة هو الحل الوحيد ان انا ابدأ اشيل عوامل الهدم اللي موجودة عند المريض وابني له المفصل اللي موجود عنده وبتجيب نتائج ممتازة جدا حتى في الدرجات الخشونة المتقدمة اللي بيبقى جاء المريض فيها يائس وكل الدكاترة قبل ما يجينا قالوا له لا مش هتنفع مع العلم ان نتائج للأسف تغيير المفاصل في مصر خاصة مش حلوة خالص اختيار المريض ما بيبقاش كويس تجهيز المريض قبل وبعد الجراحة بتخلي النتائج بتاعته وحشة جدا وشوفنا كتير او مرضى عملوا مفصل رجبة في ناحية من الناحيتين يعني يمين او شمال بدأ بها وما كانش مبسوط وكانت النتائج وحشة اوي وبدأت الناحية التانية كان مفروض انه متخطط انه يعمل التانية بس من قتر القرف والتعب اللي شافه في الناحية الاولانية اللي عملها قرر انه ما يعملش التانية ولما جيه وعمل البلازمة اكتشف ان الموضوع كان بسيط والموضوع كتير اوي عندنا في المركز اللي بيطلع من دكتور جراح يعني زبط المشروع وانا عشان جراح دي حاجة مفيدة جدا بالضط عشان جراح استعمل المشروع في المكان الصح والوقت الصح انا ما قلتش ان المفصل ده حاجة غلط بس استعمله في الوقت الصح والمكان الصح لكن لو انا عيان مش محتاج واعمل له مفصل انا شفت مرضى شباب صغيرين خشونة من الدرجة التانية او التالتة البسيطة وراحوا الاربع خمس ده كترة وكلهم بيجمعوا على انه محتاج مفصل طب حرام انا في السن الصغير ده والخشونة الدرجة البسيطة دي ان انا اغير له المفصل ليه انا اقدر اصلح المفصل اللي موجود ده ويعيش بيه عشرين تلاتين سنة كمان وما يحتاجش انه يتعرض لجراحة كبيرة ولا مشكلة كبيرة زي تغير المفصل طيب اسمحونا نبدأ حلقتنا بجرعة جاهزة من جرعات الشفاء نسمع فيها معلومة ونكمل بيها رحلة حلقة النهار ده بالطبيع تخليكم معنا لسه جرعات الشفاء معنا كتير جدا 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 كلها تفاؤل كل الناس دي موجودة في بيوتنا الام موجودة في بيوتنا والأب موجود في بيتنا تعبوا وعملوا اللي عليهم وقضوا واجيبوا من ناحيتنا وقاني الاوان نرد الجميل انه انا نخدهم من ايديه وزي مهما كانوا بياخدونا واحنا صغيرين من ايدينا علشان نوصلهم لبر الشفاء ونديهم جرع الشفاء في قصر الشفاء دكتور يوسف حروق معاك لسؤال مهم جدا قالته احد المرضى في التقرير اللي فات في الجرعة اللي فاتت وهي ان اتحقنت بلازمة كثير بس ما جابتش نتيجة هل هي معنية بالكلمة واسقة في الكلمة او معبرة عنها جدا وايه المميز في قصر الشفاء يخليها انبسطت وجهات عندنا دي برضو نقطة مهمة قوي ان مش كل حاجة تبقى بلازمة هتجيب نتيجة التقنية اللي وصلتنا من بره واللي احنا بنقدر نستعمالها في قصر الشفاء ان احنا بنحتاج ان احنا نفصل بلازمة لازم تكون غنية بالصفائح الدموية لان يمكن الهدف الاساسي من البلازمة بيبقى في الصفائح الدموية اللي بيبقى عليها الجراث فاكتور اللي هي عوامل البناء اللي بتعمل عملية اعادة بناء للسطح المفصلي للركبة يعني انا لو استعملت بلازمة ما فيهاش صفائح دموية او عدد الصفائح الدموية اللي موجودة فيها قليلة مش هتبقى فيها فايدة عشان كده زي ما الست الجميلة اللي قالت في التقرير إنها تحقنت بلازمة قبل كده كتير وما جابتش نتيجة وزي ما كتير قوي من المرضى بيروح يقول لي أنا كان فيه دكتور جنبي فينش عارفتين عملي بلازمة عشر مرات وما جابتش أي نتيجة ما هي الفكرة مش أي حد بيقدم لك بلازمة بأسعار رخيصة يبقى هتجيب معاك نتيجة للأسف ده برضو أحد مساوئ الاستخدام إن إحنا عشان نفصل البلازمة ده موضوع سهل جداً ما فيهوش مشكلة وما فيهوش تقنية كبيرة قوي لكن عشان أفصل بلازمة غنية بالصفائح الدموية عشان كده كل الأبحاث العلمية الموجودة دائماً بتتكلم على الـ PRB بليتليتس ريتش بلازمة البلازمة الغنية بالصفائح الدموية وليست البلازمة الفضية لا لازم تبقى بلازمة غنية بالصفائح الدموية وعشان كده زي ما الدكتور سامي قال دلوقتي إن إحنا لما بنغير الأنابيب وبنعمل العد إحنا كان بيبقى كل هدفنا في التركيز على الصفائح الدموية لأن كلمة العد اللي إحنا بنقول عليها اللي كانت الأنابيب من فترات كانت بتدينا حوالي 500 ألف دلوقتي وصلنا لغاية الأنابيب الجديدة بتدي مليون و 800 ألف فده رقم كبير جدا فبدل ما أنت تحن عشر مرات بأنبوبة مفهاش صفاحة دموية أو التركيز بتاعها أولي لمجرد أن أنت تقلل التكلفة اللي أنت بتديها للمريض وأنا بديك مثلا بالربع التمن أو بتلت التمن بس أنت لا تستفيدش بيها لكن لما أنا أعملها لك البلازمة الصحيحة اللي مكتوبة في الكتب اللي المفروض تجيب النتيجة بتاعتك ممكن تبقى تكلفتها أعلى شوية بس لما تيجي تحسبها أن مرتين تلاتة من البلازمة داية تتبقى أحسن من عشر من البلازمة اللي مفهاش نتيجة ونفس التجربة اللي تتفحها هنا هي بالضبط فإحنا بنبقى الهدف أن البلازمة هل هي مختلفة من المكان للتاني آه أفشور بنسبة مليون في المية في بلازمة بتبقى كويسة وبيتجيب نتائج وفي بلازمة كأنها مية تمامة ملهاش أي فايدة فكرة إن إحنا آه عندنا معمل خاص بينا بيقعد يعمل أبحاث وعنده أجهزة وعشان يقعد يغير الأنابيب ومش كل مكان يجيب لنا الأنبوبة يقول لنا الأنبوبة دي حلوة لا إحنا مش هناخدها وأجرف في النقس أنا باخدها وبنعمل إحنا العد بتاعنا على الأجهزة الحديثة اللي موجودة عندنا في المركز إن إحنا بناخد من مريض ثابت ونحطه في الأنبوبة دي والأنبوبة دي والأنبوبة دي دي كده نعد الصفايح بتاعتها لغاية ما نوصل لأعلى تركيز وبعدين الموضوع مش بسيط مش هي أي حاجة أحطها وهعرف أفصل بيها بالعكس ده أنا لو عملت الفصل المدة أطول بكسر الصفايح الدموية لو عملت سرعة في الفصل أعلى شوية بكسر الصفايح الدموية ففكرة إن أي دكتور ييجي ويروح جاء عامل يقول لي عندي بلازمة البلازمة اللي عندك شكلها إيه دي حاجة مهمة قوي دلوقتي بقى موجود الحمد لله كتير جداً بيتكلموا على البلازمة بس هل البلازمة اللي موجودة عندهم هل الرخيصة ديت كويسة يعني أنا لما روح أجيب حاجة رخيصة وأحقنها هل هستفيد بيها ممكن لا زي ما الستة الطيبة اللي طلعت معانا وقالت أنا حعنت بلازمة كتير قوي قبل كده وما جابتش نتيجة لكن لما جات قصر الشفاء وحقنت عندنا يمكن من المرة التانية الأمور بيت أحسن كتير وتحسنت تمام طب معايا دقيقتين حظك بقى اختم فيهم بقى طبعا أنا كان نفسي طبعا أنا تتكلم موضوع مهمة قوي 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 هو ألام العمود الفقري إنما كان عندي مبارع في المنصورة حالة بتلخص موضوع ده كله بتشتكي من ظهرها توجع جداً لما تمشي مشاوير بنازل على أفخادها بألام رهيبة مش بتنام من الوجع راحت وعندها نزلاغ الظروف جاية عالجنبين وملمس جزور الأعصاب وعملها لتهاب جزور الأعصاب راحت لد الجراح قال لا عملية جرحية ما استفدتش وتوجعت عملت كمان عملية تانية وعملية تالتة وعملية الرابعة وجات بعد ما اشتكت قوي والدكتور قال لا أنا عملية نجحة والكلام ده فعلاً بيتكرر كل يوم أنا عملية نجحة روحي لدكتور الألم طيب بربساطة جداً ما كان الأولى بقى مضميش اللي عنده ألم في ظهر وما عندهش أعراض شلل والعزب الله ما يعملش عملية جرحية أنا مش بقول إن الجراحة وحشة لكن الجراحة مهمة لأن المريض محتاجة ما التطرمه جايدة جايدة ما تجيدي من أول فيه ست خطوات في علاج ألام العمود الفقري والانزلقات الغضروفية ومشاكل العمود الفقري بتقنيات حديثة جداً وبقى جهزة التردد وبقى جهزة الحقن وبالأشعة الداخلية علشان أنت ما تعملش عملية والوجع يروح أنا مسؤول عن الكلام ده أمام الله سبحانه وتعالى اكشف ويعرف أنت عندك إيه واخد قرارك إنما ما تبقاش عامل أربع عمليات جراحية وجايد تقول أنا عايز أخف لأ ده أنت فعلاً أزيت نفسك وقلت لها احمد ربك إنك ما جالكيش أعراض شلل من واحدة من العمليات فألام العمود الفقري محتاجة حلقة واثنين وثلات عشان نفاهم الناس يعني أنت مش محتاجة عملية وإزاي نعاركك النقطتين دول مهمين جداً والدكتور يسف بيقعد يتكلم في القصة دي بالربع ساعة علشان يفاهم المريض إنه مجدش محتاجة العملية الجراحية إن شاء الله أعرف فرصاً الناس اللي بتشوفنا دلوقتي سواء لسه مقدمة على العملية الجراحية أرجوك أخذ قرارك وتعالى قبل العملية الجراحية واللي عمل عملية جراحية اللي تعطي العمل العملية الدكتور بتاع العملية قال له بقى رؤله ده كاترة الألم عشان يخلصوك من الألم أنا بالنسباني باراقة في العملية الجراحية وبالتالي كان أولى بيك إنك ما تلجهش إلى المشرة لما في طريق ثالث منتصف بين المسكنات وبين العملية الجراحية اسموا طريق علاج الألم موجود في أصل الشفاء يا رب تكون حالة نهاردة نالت عجبكم بشكر فينا يا دكتور سامي عنديل أول علاج ألم المفاصل وحقق باللازمة على غنيبة صفاح دموية بشكرك نورتنا بشكر كمان الجميل دكتور يوزف صرا جديد تشاري علاج الكسور والعظام وحقق باللازمة على غنيبة صفاح الدموية وعلاج الألم في مركز أصل الشفاء نورتنا يا دكتور شكراهم يا رب تكون جرعات الشفاء نهاردة نالت عجبكم وتاخدوا بعدها قرار الشفاء محدش عنده حجة انه يتعالج ويخلص نفسه من الألم ويعيش حياته مفصوط بدون ألم كنت معاكم أحمد الشاعر بشكر كل فرق العمل وانشوف حرككم يا خيب ان شاء الله السلام عليكم